السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة نعيش العلم مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات Science App Review في فيديو النهاردة هنتكلم عن Application Chemistry Pro اللي ما عافش الابليكيشن ده موجودة على الجوجل بلاي تقدر تحمله وفري هتلاقي الالكونات بتاعته زي مرسومة عندك كده وهتلاقي لينك التحميل بتاعه موجود فيه الديسكريبشن تحت الابليكيشن ده تقدر من خلاله يساعدك في مذاكرة الكيميا بتاعتك هتلاقي فيه بلخصات كتير وتعريفات كتير زي ما هنشوف لما نبدأ نفتح الابليكيشن طبعا اختصاره للوقت انا حملت الابليكيشن هو موجود عندي بس قبل ما نفتح الابليكيشن تعال نشوف التقييم بتاعه الابليكيشن واخد اربعة ونصف نجمة وتم تحميله اكتر من مئة الف مرة وديه حاجة طبعا مشجعة تعالوا نفتح التطبيق ندوس open بسم الله ده شكل التطبيق من جوه او ما تفتح التطبيق هتلاقي فيه عندك زي ما انت شايف فوق على الشمال كلمة chemistry وجنبها العلامة اللي هي بتاعت القايمة دي تقدر تصفح الابليكيشن من خلال اختيار اي 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 كون من الاي كونات اللي موجودة عندك دي او تقدر تروح للقايمة اللي جنب كلمة chemistry دي وتدوس عليها هيقول لك بالمختصر كده الابليكيشن ده عبارة عن ايه الابليكيشن ده فيه اربع ايتمز رئيسيين في توبيكس دي موضوعات في الكيميا هتلاقي مكتوب فيها ملخصات عن كل موضوع منهم وبعد كده فيه عندك elements بيتكلم عن العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري والبريريكتيبل والخواص بتاعته تالت حاجة definitions دي هتلاقي فيها تعريفات لحاجات كتير جدا 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 من اللي بتدرسها في الكيميا سواء كنت فيه مرحلة الادادي او سانوي او حتى في مرحلة الجامعة واخر الخانة هي scientist بيتكلم عن بعض علماء الكيميا تعالوا نبدأ نشوف ايكون ايكون من دول ونبدأ نتكلم عنها بالتفصيل هنبدأ من تحت الفوق نبدأ اول حاجة بالساينتست لو جينا ندوس عليها هتلاقي ايه زهر لك قائمة من العلماء مترتبة ترتيب ابجدي تدعم من حرف ونتنازل بعد كده حرف وكذا القائمة مترتبة لأشهر العلماء بتوع الكيميا سواء فيه عصور قديمة او عصور حديثة زي احمد زويل مثلا الفريد نوبل بتاع جايزة نوبل اميديو افو جادرو اللي حاطت قانون افو جادرو وهكذا طيب تعالى نشوف احمد زويل لو جينا دوسنا على الايكون بتاعته هيظهر لنا ايه بيظهر لك صورة كل عالم وبعض المعلومات الرئيسية عنه اسمه وموجود فين او تولد فين كان موجود في انهي فترة ولو خد جايزة نوبل مثلا بيقول لك خد جايزة نوبل دي في ايه وتخصصه ايه وخدها امتى ومعظم ابحاسه كان بتشتغل في ايه وطبعا اهم حاجة بيذكر لك الجوائز بتاعته حصل على جوائز ايه زي ما احنا شايفين العلم احمد زويل حصل على جوائز كتير من سنة تسعة وتمانين لغاية سنة 2011 لغاية لما توفى الله ربنا يرحمه مش بس كده هتلاقي تحت خالص سايب لك لينك لويكيبيديا عشان لو عايز تعرف معلومات اكتر عن البروفيسور احمد زويل تقدر تدوس على اللينك ده ينقلك على طول على صفحة ويكيبيديا بتاعت احمد زويل وتبدأ تعرف معلومات اكتر عنه فدي ايكونة كويسة تقدر من خلالها تتعرف على اي عالم من العلماء زي ما قلنا تعال نرجع كده نشوف احد العلماء تاني عندك مثلا الفريد نوبل اللي حط جهازة نوبل عالم سويدي تولد 1833 1896 ويبدأ يكلمك عنه عن التخصص وهو طبعا اللي اخترع الديناميت للأسف انوفيتر اوف ديناميت وحطيت لك برضو لينك صفحة الوكيبيديا عشان لو عايز ترجع تعرف معلومات اكتر واحلى ميزة طبعا انهم رتب لك العلماء ترتيب الفابيتيكل فانت لاحقا تدور على اي عالم هتلاقيه بسهولة وكمان في ميزة تانية انك تقدر تعمل سيرش على العلماء دي بدل ما تعد تدور في القائمة لو جيت دوست على علامة السيرش اللي فوق على اليمين دي تقدر تكتب اسم العالم وليكن مسلا هنبحث عن عالم بويل فهتلاقي على طول ظهر لك روبرت بويل في خانة الساينتست خانة الديفينيشن دي هنقولها كمان شوية لما نيجي الايكون التانية هندوس مثلا عالم روبرت بويل هتدوس على الايكون هيظهر لك صورته وهيظهر لك برضو بعض المعلومات الاسية عنه وتولد امتى وسنة كام واشتغل في ايه واشهر الحاجات اللي هو عملها طبعا بويلز لو او قانون بويل وبرضو لنك صفحة الويكيبيديا بتاعته ده كده باختصار الخانة بتاعت العلماء تعال نرجع بقى ونشوف الخانة اللي قبلها نرجع للقائمة تعال نشوف خانة الديفينيشن خانة الديفينيشن دي بقى من اجمل الحاجات اللي موجودة في التطبيق وهو عاملك تعريف مبسط لكل المعلومات الكيميائية اللي ممكن تخطر على بالك او اللي ممكن تحتاجها زي ما قلنا في المراحلة التعليمية الصغيرة اللي هو سواء اعدادي او سنوي او مرحلة الجامعة مش الناس بقى بتاعت المستر والبيتش دي وبرضو مزيتها ان التعريفات مترتبة الفابيتيكال او ابجادي مثلا هتلاقي في عندك تعريف الاسد بيقولك الاسد ده هو عبارة عن هو عبارة عن حاجة عندها القدرة على اعطاء زرعة الهيدروجين المجابة اللي هي البروتون او او عندها القدرة انها هتكون ربطة تساهمية مع حاجة تكون عندها الكترونات او الكترون بير بطاعة الالكترونات تقدر بقى تتحرك في خانة الديفينيشن دي زي ما انت عايز تشوف كل الحاجات اللي موجودة كتب لك حتى تعريف عن الكين الكين الكاين الكاين جروب وهكذا وزي ما قلنا برضو تقدر تعمل سيرش من خلال ايكون السيرش اللي فوق على اليمين دي تبحث عن الحاجة اللي انت عايزها تعالوا مثلا انه جرب نبحث عن اللويس كلمة لويس هتلاقي اظهارك في خانة البحث لو انت عايز العالم نفسه هتلاقي في عندك خانة البحث مقسومة الجزئين ديفينيشن و ساينتست هتلاقي ساينتست موجود فيها جيلبرت ان لويس دي طبعا هتنقلق على صفحة العالم لويس نفسه ولو انت عايز تعرف تعريف اي حاجة منهم هتلاقيها موجودة في خانة فتعالوا مثلا نشوف حاجة زي اللويس اسد ندوس عليها هتلاقي كاتب لك تعريف مختص عن اللويس اسد ايه هو اللويس اسد اذا تتفايل مع اللويس اسد كيف تتفايل مع اللويس اسد و برضو يتضيك لينك صفحة الويكيبيديا لو عايز تتعرف معرومات اكتر عن اللويس اسد ممكن ترجع لها و برضو في ميزة كمان في حتة الديفينيشن انه يتضيك الريليتد للحاجة اللي انت بتبحث عنها يعني نبحث عن اللويس اسد هتلاقي كاتب لك تحت اللويس بيز فلو دست عليها هينقلك لصفحة اللويس بيز وتعريفها و يتضيك برضو بعض الامثلة و برضو هتلقيها لو دست عليها برضو هينقلك على اللويس اسد و هكذا كل لما تيجي تبحث عن تلاقي ليه بحاجة تانية فيقوم كاتبها لك تحت تقدر تبحث عنها فخانة الديفينيشن دي خانة جميلة جدا تقدر تستفد بيها بتكون معك ملخص للتعريفات اللي مرت عليك في الكيميستري من ساعة ما بدأت تدرس كيميستري لغاية لما تخلص دراسة الجمل تعالوا مثلا نعمل سيرش على حاجة مثلا زي الستيريو كيميستري ونشوف هانا هنلاقي فيها حاجة للتطبيق هنا فعلا اول ما جيتها عمل كلمة استيريو زهر لي استيريو كيميستري تعال ندوس مثلا على استيريو كيميستري دي عرفك يعني ايه استيريو كيميستري وهي فرق من فروع الكيميستري المسؤول عن دراسة المادة في الشكل سري دي بتاعها و زي ما قلنا كاتب لك جزء عن التعريف و لينك لصفحة الوكيبيديا و لينك لديفينيشن المرتبط به زي الاستيريو كيميستري لو رجعنا خانة الالمنت او الكيميكا دي موجود فيها كل عناصر بتاع البريودك تابل زي ما احنا شايفين لو دست على اي عنصر من دول تعالوا مثلا ندوس على عنصر الهايدروجين هيبدأ انقلك على صفحة موجود فيها عنصر الهايدروجين بيتكلم عنه بالتفصيل شكله في الطبيعة موجود ازاي هتطلق صورة له بعض المعلومات الاساسية عنه زي عدد الالكترونات عدد البروتونات عدد النيوترونات الاتوميك نومبر بتاعه رقم البروتو هو يعتبر طبعا انهي بلوك اللي هو مين العالم اللي اكتشفه هنري كافنديش بعد كده الاتوميك بروبرس الخواص بتاعته هتلاقي في عندك الاتوميك ويت والالكترون كونفيجوريشن اللي هو المستوى الاخير بتاعه اللي هو المستوى الاول حالات التأكسب بتاعته اما موجب واحد اما سالب واحد اللي هو الهايدروجين بروتون او الهايدرايد والريدياس بتاعه الكوفيلانت رادياس والفاندرفير رادياس ياضيك بعض المعلومات عن السيرمودايناميك ميلتنج بوينبوينبوينبوينبوينبوينبوينبوينباتبتك كريتكال تمبريتشر وهكذا و بعض المعلومات عن المادة نفسها الكثافة بتاعته والهاردنس والكريستال وفي الاخر خالص برضو زي ما احنا متعودين ياضيك لينك الوكيبيديا اللي تقدر من خلاله وعايز تعرف معلومات اكتر عن العنصر كلام جميل وطبعا هو في الابليكيشن مرتب العناصر على حسب الاتوميك نمبر العدد الزر بتاعها زي ما احنا شايفين بس انت برضو عندك ميزة بدل ما تقعد تدور على العنصر اللي انت عايزه ممكن من خانة سيرش هنا تبدأ تدور عليه هتعمل سيرش عنه هنا بس ما نفعش تعمل سيرش برمز بتاعه لا بتعمل سيرش بالاسم يعني مثلا عايز الف اي اللي هو الايرن تكتب ايرن هيتطلع لك على طول الف اي ايرن برضو نفس الكلام وهو كتب لك بعض المعلومات الاساسية عن الف اي على الالكترون والبروتون والنيوترون والاتوميك نمبر ورقم الجروب والبيريود والبلوك بتاعه فبرضو الخانة دي جميلة جدا بتقدر تستفاد بها لو عايز تعرف معلومات عن اي عنصر بدل ما تروح تدور على النيت هتلاقي هنا عندك مجمع لك المعلومات الاساسية عن كل عنصر ممكن تحتاجها طيب تعالوا بقى نرجع له الخانة الرئيسية واهم خانة عندنا وهي خانة التوبيكس وده هنلاقي فيها متقسمة لبعض الايقون كل الايقونة بتكلمك عن موضوع اساسي من مواضيع الكيميا زي ما احنا شايفين كده لو عايز تخش على موضوع نفس ممكن تدوس على الايقون او تقرأ من بره الكلام المكتوب تحت الايقون دي نفسها او موضوع مثلا زي ما احنا شايفين البيزيك كيميستري ده اللي بيكلمك فيه عن المادة وصورها المتعددة من اول مكانة مادة بعد كده المنت عنصر او كومباون بعد كده ميكتشر سواء اتم او موليكيول بعد كده بيكلمك عن الفيزيكال بروبيرس بتاعتها وهكذا بتاني ايقون مثلا الاتوميك ستركشور بيكلمك عن الالكترون والنيوترون والاشكال بتاعتهم تعال مثلا ندوس على الايقون بتاعت الاتوميك ستركشور دي نقرأ عنها شوية وبعد كده نرجع نشوف بقى الايقون ثاني مجرد ما تدوس على الايقون بيفتح لك المنظر ده كده قدامك ممكن تبدأ تقرأ المعلومات اللي موجودة هنا كل ما هتنزل تحت هتلاقي معلومة موجودة عن حاجة تانية وكتبها لك في عنوين يعني بقسمة بتكلم عن الالكترون الاول بعد كده بروتون بعد كده نيوترون وهكذا او تدوس على العلامة اللي فوقه خالص على اليمين اللي عبارة عن علامة القايمة دي وجنبها تلات نقط بيديك كل العنوين اللي هو بيتكلم فيها في الايقون دي بيتكلم مثلا عن الالكترون بعد كده بروتون نيوترون اللي هو تطور المراحل بتاعة دراسة الاتوميك ستركشور بعد كده بورز موديل دي براولي برينسبل اللي حاجات دي كلها اللي هي بتاعة كيميا بتاعة السنوية العامة فالتطبيق ده مفيد جدا بالنسبة للناس اللي في سنوية عامة هتلاقي فيه المعلومات الاساسية المختصرة عاملة زي ملخصات كده تقدر تذكر منها قبل الامتحام مثلا هتفيدك كتير بعد كده بيتكلم عن الكوانتم نمبرز بالتفصيل اللي هو مراحل تدرج الاتوميك ستركشور من ساعة ما بدأناه لغاية اخر حاجة او احدث حاجة اللي هو النظرية الكوانتم نمبر او اعداد الكامل تعالى مثلا نشوف حاجة زي هوند سرول اللي موجودة او كتبلك باختصار هي هوند رول بتتكلم عن ايه يعني ماينفعش يحصل ازدواج للالكترون في نفس الاربتال الا لما يكون الاربتال دي كلها اللي متساوية في الطاقة تكون اتملت بالكترون واحد الاول وبعد كده يحصل عاملية الازدواج وتاني حاجة بيقولك ان يعني عشان يحصل ازدواج للالكترون في نفس الاربتال لازم يكون ليهم اللزبين بتاعهم مختلف او متبادل عكس بعض ماينفعش الاتنين يبقى ليهم نفس اللزبين انا شايف الايكون دي جميلة جدا الصراحة ان تقدر من خلالها تبقى مربط الخلاصة بتاعت المنهج بتاعك عبارة عن definition صغيرة او المعلومات الرئيسية في كل نقطة هتساعدك كتير في المذاكر وطبعا لو عايز ترجع لأي نقطة موجودة عندك طريقتين ياما تدوس على التلات نقطة اللي فوق زي ما احنا قلنا هتلاقي القيمة بتاعتك هيتختار منها النقطة اللي انت عايزها دي حاجة او هتلاقي فيه تحت خالص على اليمين فيه ساهم موجودة عندك كله ودست عليه بيرجعك لأول الصفحة خالص فتبدأ ترجع للنقطة اللي انت عايزها بسهولة طيب تعالوا نرجع نشوف حاجة تانية بعد كده بيكلمك على تقسيم العناصر اللي هو بقى في الجدول الدوري ابتداء من طبعا من افسط اشكال الجدول الدوري تعالوا نخش ونشوف زي ما اتتعودنا هنفتح القيمة من فوق على اليمين بيكلمك عن تقسيم العناصر اللي حصل منذ بداية التاريخ اللي هو اول حاجة لدوبراينرد بعد كده نيولند بعد كده تطور موضوع شوية لغاية من دليف بريوديك تيبل وبعد كده مودرن بريوديك تيبل اللي احنا عارفينه مش بس كده بيبدأ يكلمك كمان عن الخواص بتاعة الجدول الدوري زي ما احنا عارفين اللي هو الاتوميك ريدياس والمتاليك ريدياس ايونيك ريدياس بعد كده الكيميكا الرياكتيفتي ملتينج وبيلينج بوينت كل خواص بتاعة الجدول الدوري اللي انت بتدريسها في سنة وبرضو هتلاقيه هنا موجودة باختصار تطبع لها مثلا نشوف اي خاصية منهم ولياكم مثلا هندوس عليها بيقول لك الاكترو نيجاتيفتي تعريفها ايه قدرة تزرى انها تكتذب الالكترونات ناحيتها من خلال الربطة التساهمية وفي بعض الفاكتورز اللي بيتأثر فيها او بتتحكم فيها زي الاتوميك سايز وبيتناسب عكسيا كلما الاتوميك سايز يزيد الاكترو نيجاتيفتي تقل اخر grape Native وده بيتناسب طرديا يعني كلما الشحن على الايون تزيد كلما الاكترو نيجاتيفتي تزيد والثالault الخطو extensions الاكترو نيجاتيفتي بتاعت الس اعلى من اي حاجة تانية فكلما الت 우리는 زيد كلما الاكترو نيجاتيفتي تزيد فهو برضو زي ما احنا شايفين برضو بيددي اختصار اللي هو المختصر المفيد عن كل حاجة وده هيساعدك جدا جدا في الفترة بتاعت الامتحانات طيب تعالى نرجع نشوف بقى الايكونز زي ما تعودنا هنرجع من هنا بعد كده بيكلمك عن حالات المادة الاستيتوف مطر اللي هو صولد وجاز وليكود وبلازمة كل حالات بتاعت المادة بعد كده الكيميكال بوندينج بيكلمك عن بقى ابتداء من الليوس استراكشر ويعني ايونيك بوند وكوفيلانت بوند ورغم بقى بقى انواع البوند اللي احنا خبناها ويكاركتريزيشن لكل بوند بعد كده السرمو دايناميكس بقى بيكلمك عن تعرفات السرمو دايناميكس والسرمو كيميستري بقى من البداية الكيميكاء بيكلمك عن عملية الاتزام في الكيمياء ده شابتر كامل في السنوية العامة الايونيك كوليبريم ريدوكس رأكشن انواع تفاعلات الاكسادة والاختزال والتأسيمات بتاعتها واشهر الاكسيدانت بعد كده بيكلمك عن الكلويد Millennium State بعد كده بيكلمك عن نظرة الهيدروجين مكانها في الجدول الدوري ان هي مالهاش مكان ثابت والايزوتوبس بتاعتها النظائر اللي هو H2 و H3 اللي هو الديوتيريوم والتريتيوم وبعد كده بيكلمك عن الهايدروجين جاس بقى والضايهايدروجين والخواص بتاعته وهكذا وبعد كده بيتكلم عن S block element عناصر مجموع S برضه هيتكلم عن خواص بتاعتها دي برضه في منهج سنة العامة B block element نفس الكلام environmental chemistry بعد كده characterization of organic compound ودي ميزة جميلة برضه موجودة في التطبيق ان هو مش بس بيكلمك عن حاجات النظري ده كمان بيكلمك عن حاجات العملي تعالى مثلا نشوف characterization of organic compound دي نفتح القائمة بتاعتها هتلاقي ان هو بيكلمك عن method of purification للsolid زي crystallization والfractional crystallization وهكذا و method of purification للliquid زي distillation والcolumn وهكذا chromatographic method بقى بالتفصيل اللي هي الcolumn chromatography والTLC وغيره والchemical method of purification qualitative analysis of organic compound detection of phosphorus و detection of oxygen تعالى مثلا نختار اي icon من دول وغالياكم مثلا chromatographic method هتلاقي مقسمهم لك لكذا جزء من chromatography اللي هو absorption chromatography partition chromatography paper chromatography وكل واحد منهم بيديك بعض التفاصيل عنه بعد كده الكولن منه chromatography تعالى نرجع نشوف بقى icons بعد كده عندك general organic chemistry تعالى نخش عليها بيكلمك بقى عن بداية organic chemistry والمعلومات الاساسية بتاعتها منهج الكيمية العضوية بتاع السنوية العامة reason for large number of organic compound وهو تقريبا ماشي بنفس ترتيب منهج السنوية العامة اول حاجة بيعرفك ليه في مركبات عضوية كتير من المركبات الغير عضوية بعد كده الخواص الاساسية بتاعت المركبات العضوية وتقسيماتها وهي عبارة عن A وبعد كده تبدأ بقى تعمل نومنكليتشر تسمية هتسمي الالي سايكليك الاول بعد كده السبيرو كومباوند والباي سايكليو الحاجات دي بقى متطورة زي ما احنا قلنا هو اخد مناهج من التأسيس خالص اللي هو عددي وسنوي لغاية مناهج الجامعة بقى الهتيرو والسبيرو والباي سايكليو والمركبات الاروماتيك بقى الكبيرة وهكذا وبعد كده بقى بيتكلمك عن بعض الخواص الاساسية زي الاندكتف افكت والالكتروميريك افكت الهايبر كونجوجيشن الريزونانس حاجات دي كلها الايزومارز النومنكليتشر بتاع الايزومارز انواع الرياكشنز تعالى مثلا نختار اي اي ايكون زي الهايبر كونجوجيشن مثلا فبيقولك الهايبر كونجوجيشن ده يعني اي كاربون متصل بزرة هايدروجين الاكترومير بتاعيتها هي دي اللي بنسميها الهايبر كونجوجيشن اي او الاكترومير بتاعيتها دي بتتحرك فيبقى يحصل عماية الهايبر كونجوجيشن ده لما الالكالي جروب دي اتاش ديريكتل to an atom of unsaturated system يعني لما تكون الـ CH بوند بتاعتي دي متصلة بـ unsaturated زي C double bond C C double bond O وهكذا فبيبدأ يحصل عماية الهايبر كونجوجيشن وكمان بيقولك انها بتتأثر باستبيلية بتاعة الالكين اللي هو الحاجة اللي معها الـ double bond والاستبيلية بتاع الكاربوكاتاين اللي هو كاربون عليها شو احنا مجابة كلام جميل نرجع تاني هتلاقي بقى بقى بيتكلمك عن الـ hydrocarbons اللي هو الالكان والالكين والالكاين والالكاين والالكايل هالايد والحاجات دي كل حاجة بقى بيتكلمك عن الـ preparation والـ properties والchemical reaction اللي هو الجزء بتاع الـ organic او شابطر العضوية بتاع السنوية العامة وبقى كده بيتكلمك عن nuclear chemistry واخر حاجة الـ analytical chemistry تعالى نشوف الـ analytical مثلا ونفتح القائمة بتاعتها بيكلمك عن الـ analytical chemistry بعكية الـ qualitative analysis لأي الـ organic compound والـ preliminary test بتاعتها الـ dry test والـ wheat test بتاعت الـ anions والكاين برضو ده منهج سنوية عامة كتير وكمان منهج عملي بتاع أولى كلية هتلاقي فيه اللي هو الجزء بتاع الـ anions والكاين ده كتير الصراحة هو التطبيق جميل جدا انا شايفه بس هو ينقصه حاجة واحدة ان مفيش امثلة كتير للأجزاء اللي بتكلم عنها يعني هو بتكلم بالمختصر مفيد قوي فده زي ما قلنا هينفعك اكتر لما تكون بتعمل ملخصات للمنهج بتاعك فهتلاقي هنا مساعدك كتير في موضوع ملخصات ده اللي هو جملة جملتين بس يفكروك بالموضوع اللي انت بتذكره لكن مفيش استفادة في الشرح دي حاجة وتاني حاجة مفيش امثلة او صور كتير توضح لك الحاجات اللي هو بيتكلم عنها ولا معادلات حتى كتير توضح لك امثلة للنقطة اللي هو بيتكلم عنها يعني مثلا لو جانا دخلنا على النقطة بتاعة الـ ونفتح القيمة مثلا ونشوف هتلاقي بس ان هو كتب لك ان من الالكين وخلاص كده حتى مش مستفيد في الشرح يعني حتى ما كتبش معادلة مثلا لحاجة بسيطة من الالكين وازاي بحاوله الالكين حتى ما كتبش ان هو مثلا ايه الرياجنت اللي انا هضيفه على الالكين عشان يديني الالكين بس في المجمل الصراحة هو تطبيق كويس مش وحش وزي ما قلنا في معلومات كتير جدا جدا هتنفعك في مذاكرتك وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته